وجود موريطانيا غلط ليته الصمت أحمد الريسوني المغربي يشاغل منصب رئيس الاتحاد العام للعلماء المسلمين في سقطة خطيرة غير محسوبة العواقب كواحد من العلماء المسلمين يجهر بعدوان لفظي ضد الجزائر محرضا شعب المغربي داعيا إلى حمل السلاح وسفك الدماء مغرب مستعد إذا دعا جلالة الملك إلى مسيرة بالملايين بالملايين إذا دعا للجهاد بأي شكل إذا دعا للجهاد بالمال نحن مستعدون العلماء المغرب دعاة المغرب مستعدون أن يذهبوا ويقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وفي تندوف نحن لا نقيم مسيرة فقط إلى العيون بالمسيرة إلى تندوف إلى الفتنة والاقتتال بين الشعبين الجارين المسلمين يدعو رئيس الاتحاد وفق ما سماه جهادا بالمال والنفس متبنيا شيئا بات من الماضي بحديثه عن العودة إلى خريطة علال الفاسي الرسم للحدود المغربية وفق أوهام أسقطتها الاتفاقيات الأممية والمعاهدات بين البلدين وضحظتها قبل ذلك دماء رجال استنقذوا الأرض وذادوا عن العرض بالغالي والنفيس صيا أنا على فكرة علال الفاسي تطول الداعي لدى تنصيبه إلى العمل على وحدة المسلمين لم يطل الجزائر فقط بتهجمه عليها بل طال حتى موريطانيا الشقيقة وسيادتها كدولة مستقلة ملحقا إياها بعرش أسياده بداعي الهوى والتزلف وجود موريطانيا غلط فضلا عن الصحراء فالمغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي كانت موريطانيا جزءا منها يعني الآن نحن نسبة مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش المعلكي المغربي ولكن علماء موريطانيا وأعيان موريطانيا أو ما يسمى الآن موريطانيا بلاد شنقيت أيضا بيعاتهم تابتة إلى آخره فإذا هذه صناعة استعمارية قضية الصحراء وقضية موريطانيا ولكن قضية موريطانيا اعترف بها المغرب وكبرأة الذئب من دم يوسف تبرأ الاتحاد العام لعلماء المسلمين من تصريحات رئيسه وما تفوه به من خطاب حامل للكراهية وداع إلى سفك الدماء وبرد حمل إمضاء أمينه العام الأستاذ الدكتور علي محي الدين القر داغي أكد أن تصريحاته الخارجة عن دستور الاتحاد العام للعلماء المسلمين تعبر عن رأي قائلها فقط ولا تعبر بالضرورة على رأي الاتحاد ترجمة نانسي قنقر